موسيقى السلام عليكم واشراكة جديدة بمعلومات مفيدة من قناة التعليم الفني لابنائي وبناتي طلبة الصف الاول تخصص ميكانيكا اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا وفي بيتنا مدرسة وموضوع حلقتنا النهاردة عن مادة الخمات احنا سنة اولى بنقدم في اجازة نص السنة بنقدم حلقات اسمها مقدمة او افتتاحية للمواد يعني ايه مقدمة او افتتاحية للمواد يعني دلوقتي لو انا حبيت اقرأ كتاب بعمل ايه اول حاجة بامسك الكتاب وببدأ اعمل ايه ببص على العنوان اشوف العنوان بتاعي هو اللي بيقول لي محتوى الكتاب اللي انا هقرأه طيب لو عايز اعرف معلومات اكتر عن الكتاب ببدأ افتح الصفحة اللي هي فيها الفهرس اللي موجود فيها العنوان الرئيسية او الموضوعات الرئيسية اللي موجودة في الكتاب ده بالضبط يا سنة اولى اللي احنا بنعمله في حلقات المقدمة للمواد طيب ده بيفيدني بايه كطالب او كطالبة بيفيدني ان انا لما ادخل الترمي التاني ان شاء الله هبقى عندي معلومات عن بعض يمكن مش كل ان انا بيبقى عندي معلومات عن بعض الدروس اللي انا ان شاء الله باذن الله اخدها في الترمي التاني طيب كواليه امر لو بابا او ماما قاعدين بيتفرجوا معايا على الحلقة هم كمان هيبدأوا يعرفوا شوية معلومات عن المواد اللي انا بدرسها وكمان هيبقى عندهم معلومات عامة زي النهار ده كده مثلا في مادة الخمات هنقول ايه الاول خالص من البداية يعني ايه كلمة خام او خمات الخام ده عبارة عن معدن او صخور بطلعها من الارض ممكن تكون في بطن الارض وممكن تكون صخور موجودة على القشرة الارضية عادي طيب علشان احول الخام ده احوله المعدن ايه الاول يا سنقولة اللي بيفرق لي بين المعدن او بين الخام الخام ده بيكون زي ما احنا قلنا صخور ان انا مطلعها من القشرة الارضية انما بيميزها ان بتحتوي على بعض المعادن طيب علشان انا جيبي الصخور دي وابدأ ان انا استخلص منها المعادن بتجرأ عليها عدة عمليات العمليات دي كلها بقى بناخدها في ايه في مادة الخمات طيب بناخد ايه كمان في مادة الخمات او بنتعرف على ايه بنتعرف على جميع المعادن الحديدية والغير حديدية اللي موجودة واللي دائم وبتعرف ازاي من اول المنتج اللي هو ايه اللي هو الخام ما بيطلع من باطن الارض لحد ما بطلعه في صورة منتج اقدر استخدمه ده اللي احنا هناخده في مادة الخمات حلقة النهاردة هي حلقة عن الترمي التاني ويلا نبدأ مع بعض الحلقة مقدمة عن مادة الخمات للصف الاول تخصص الصناعات الميكانيكية والمركبات دي التخصصات اللي بيهمها مادة الخمات المادة بتحتوي على كام باب يا سنقولة بتحتوي على خمس ابواب خمس ابواب بداية من الترمي الاول لحد الترمي التاني طيب احنا خدنا تذكرة سريعة كده احنا قلنا ان الحلقة دي عبارة عن معلومات عامة اكتر من عشرح معلومات سريعة كده عن الدروس اللي احنا خدناها في الترمي الاول اول حاجة الباب الاول وهو بعنوان ايه بعنوان مقدمة عن صروة الخمات المعدنية وغير المعدنية وتعرفنا فيه عن اهم الصروات المعدنية والغير المعدنية اللي موجودة في مصر اللي هي مهمة جدا بالنسبة لي لان على اساسها بتقوم او بتقوم صنع نشوف مع بعض مقدمة عن صروة الخمات المعدنية نشوف هنا وغير المعدنية خمات زي الحديد والنحاس والالامونيوم والمنجنيس انتاج المواد المعدنية ده الباب التاني بعنوان انتاج المواد المعدنية زي ايه او خدنا فيه ايه استخلاص الحديد الخام ازاي باستخلص الحديد الخام وبحول منتج في النهاية انتاج الحديد الصلب والحديد الزه انتاج المعادن الغير حديدية زي إيه سنقولة زي النحاس والألمونيوم والأصدير والزينك والرصاص الباب التالت بعنوان أو العنوان بتاعه البلاستيك صناعته خدنا إزاي بيتم صناعة اللدائن اللي هي البلاستيك ومزاياها وعيوبها وإزاي بقدر أحول المادة الخام لمادة نصف مصنعة وبعد كده أحولها المنتج كامل أقدر أستخدمه في الصناعات وكمان خدنا إيه في الباب التالت خدنا أهمية التوصيف أو التوحيد أو الالتزام بالتوصيف القياس وقلنا إن ده مهم جدا في جميع الأبواب اللي احنا هندرسها لأن أنا ما ينفعش إن أنا أطلع منتج من غير ما يكون ليه مواصفات قياسية بوحدات قياس عالمية متفق عليها علشان أقدر إن أنا أستخدم المنتج ده علشان يسهل يا سنقولة استخدام المنتج سواء عندي أو أنا لو هصدره أو إن أنا هستورد منتج خدنا إيه كمان؟ الترمي التاني بقى إحنا كده التلات أبواب اللي احنا خدناهم في الترمي الأول هناخد الحلقة النهاردة بداية الترمي التاني وهو بعنوان الباب الرابع الباب الرابع بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الخواص الميكانيكية والفيزيقية للمواد الأحمال الميكانيكية وأنواعها زي الإجهاد والإنفعال واللدونة والمرونة والممطولية والطرقية والصلابة والصلادة كل ده هنتكلم عليه في حلقة النهاردة اختبارات تحديد الخواص الميكانيكية كل ده سنقولة هنتكلم عنه دي بس عنوين كده للحلقة النهاردة أو إحنا هناخد إيه؟ زي ما إحنا قلنا الكتاب بنبص على العنوين الباب الخامس خواص التآكل والصدق وأنواع التآكل والعوامل اللي بتؤثر لسرعة التآكل يبقى اتفقنا إن مادة الخماد بتحتوي على خمس أبواب خدنا ثلاث أبواب في الترم الأول وهناخد إن شاء الله بابين اللي هو الباب الرابع والباب الخامس في الترم التاني بدايةً بقى كده الباب الرابع بيتكلم عن الخواص الميكانيكية يعني إيه خاصية ميكانيكية؟ هل أصلا الخواص الميكانيكية مهمة؟ أه طبعا ده إحنا أصلا تخصص ميكانيكية يعني إيه خواص ميكانيكية للمواد؟ يعني أنا دلوقتي لو عندي قطعة خيم وعايز أشتغل بيها قبل ما أنا أصلا الأول أقول أنا هوظفها في إيه أو هستخدمها في إيه بتجرع عليها بعض العمليات بقدر عن طريقها أحدد خواصها الميكانيكية زي لو أنا جبت مثلا قطعة معدن وهعمل إيه؟ هعمل اختبار شد عليها في مكينات اسمها مكينات الشد ومكينات الضغط دي بتبين لي مدى تحمل المعدن اللي موجود عندي للإجهادات دي وبمدى تحمل المعدن ده بقدر أقول أنا المعدن ده هستخدمه في صناعة الكباري لأنه بيتحمل الضغوط العالية أو الأحمال العالية فأنا محتاجه في صناعة الكباري هقول المعدن ده ممكن أستخدمه في صناعة مثلا هيكل العمرات أو المنشآت أو بعض الصناعات ببدأ عن طريق الخاصية الميكانيكية للمعدن أن أنا أحدد استخدمه أشوف أنا هستخدمه في إيه؟ بإيه؟ بإجراء عمليات زي الشد والضغط على المعدن نكمل كده مع بعض الخواص الميكانيكية والفيزيقية للمواد يمكن تقسيم خواص المواد بصفة عامة يعني كل تقسيم المواد نقدر نقسمها بصفة عامة إلى أربع أنواع خواص فيزيقية وخواص ميكانيكية وخواص كيميائية وخواص التشغيل الأربع خواص دول يا سنقولة احنا هنتكلم عنهم بالتفصيل في الترمي التاني بس حلقة النهاردة هنقول معلومات مهمة جدا عن كل خاصية وإزاي بقدر أميزها نبدأ كده مع بعض نشوف إيه؟ الخواص الفيزيقية يعني إيه؟ والخواص الميكانيكية يعني إيه؟ وهل في فرق بينهم؟ وبين الخواص الكيميائية وبين خواص التشكيل أو التشغيل؟ نكمل مع بعض هنبدأ بأول خاصية وهي الخواص الفيزيقية يعني إيه خواص فيزيائية أو خواص فيزيقية؟ الخصائص الفيزيائية هي الخصائص التي يمكن ملاحظتها أو قياسها من غير مغير في تركيب المادة ممكن ألاحظها إزاي؟ باستخدام الحواس الخمس اللي هي الشم أو اللمس أو النظر أو السمع كل الخواص دي أنا ممكن عن طريقها أحدد المادة أو أحدد أقول دي خاصية فيزيائية للمادة عن طريقها أقدر أقول إن دي بيبنى عليها هقدر أستخدم المعدن أو هقدر أستخدم المادة اللي عندي دي هستخدمها في إيه؟ حالات المادة الأول تعريف المادة المادة هي كل ما يشغل حيز من الفضاء وله كتلة أي عندي مادة ليها حيز أو بتشغل حيز أو فيه مكان بتملاه أقول عليها على طول هي مادة وليها كتلة لإني طبعا أقدر إن أنا إيه؟ أقدر إن أنا أوزنها أو أقدر إن أنا أقيس المادة اللي موجودة عندي دي طب إحنا عندنا درسنا في الصف الرابع من ينسانة رابعة بتدقي تقريبا واخدنا في الأعدادية كمان إن مهم جدا إن أنا أعرف إيه هي حالات المادة حالات المادة تلت حالات صلبة وسائلة وغازية وفيه حالة رابعة بلازمة دي إحنا مش هندرسها إنما إحنا الدراسة اللي علينا أو اللي لازم نعرفه حالات المادة الحالة السائلة والحالة الصلبة والحالة الغازية نوضح كده مع بعض الحالة الصلبة دي بتكون إزاي؟ بيكون لها شكل وحجم سابت والحالة السائلة بيكون لها شكل متغير وحجم سابت والغازية زي الغاز كده ما لهوش أصلا حجم أو شكل سابت حالات المادة زي ما إحنا قولنا إيه؟ الحالة السائلة والحالة الصلبة والحالة الغازية طيب ناخدها مع بعض كده يا سنقولة أول حاجة هنقول مثال كده مثلا لو عندي قطع التلج التلج ده بيكون إيه؟ بيكون صلب طيب لو أنا دلوقتي بالتسخين بدأت إن أنا أسخن قطعة التلج دي علشان أحولها هتتحول لي من الحالة الصلبة اللي موجودة هنا دي هتتحول لي لإيه؟ هتبقى مية هتبقى حالة سائلة طيب لو أنا كمان بدأت أعمل إيه؟ عملية تبخير أو إن أنا أعمل أخلي المية دي أبخرها هتطلع عندي على طريق أو عن طريق غاز وكده دي التلات حالات المهمة للمد طيب أنا إزاي سنقولة بقدر أحدد المادة بتاعتي دي سواء هي صلبة أو سائلة أو غازية إزاي بقدر أحددها؟ الأول خلينا نتفق إن المادة عندي أو المواد بتاعتي أو حالات المادة ممكن تتجزق يعني إيه؟ يعني دلوقتي لو أنا عندي المية مش المية دي إحنا قلنا حالة سائلة أنا ممكن أجزقها؟ آه طبعا لو أنا جبت إزازة فيها مية وبدأت إن أنا صبها في كبايات أنا جزقت كده الحالة السائلة طيب الحالة الغازية آه في عندنا الأنابيب بتاعت اللي هي بتملأ بالغازات أنا ممكن أجيب أنابيب وأبدأ أحط الغاز فيها بطريق الضغط يبقى أنا كده جزقتها طب الصلبة بتتجزق يا ميس؟ أيها بتتجزق مش إحنا لما بنيجي نعمل تمرين بنعمل إيه؟ بنمسك الخام ونبدأ نقطعه على المقص يبقى أنا كده بدأت جزق المادة اللي موجودة عندي يبقى جميع حالات المادة أو المواد بيتم تجزئتها طب إزاي سنقول أقدر أفرق أو أقدر أحدد بين المادة السائلة والمادة الصلبة والمادة الغازية علشان أبقى فاهم في الآخر الخواص الفزائية بتاعتها دي وصلتني إزاي نشوف مع بعض أول حاجة بتتركب المادة من دقائق متناهية الصغر بتسمى جزيقات الجزيقات دي بتكون كده عبارة عن جزيقات متربطة مع بعض وبتزداد الحركة بتاعتها حركة الجزيقات دي بارتفاع درجة الحرارة وفي قوة بين الجزيقات مع بعض دي بتسمى بقوة الالتصاق يبقى علشان أقدر أحدد المواد بتاعتي نشوفها هنا كده بصورة أوضح علشان أقدر أقول إن المادة دي صلبة ولا سائلة ولا غازية عن طريق إيه؟ النظرية بتاعتي هنا في دقائق المادة الصلبة شايفين زي ما احنا شايفين يسا نقولها كده متقربة جدا وجسيمتها متمسكة بترابط قوي جدا طيب في الحالة بقى إيه؟ في الحالة السائلة المسافة بين المادة في الحالة السائلة متقربة نوعا ما هي قريبة آه بس مش بنفس قرب الحالة الصلبة وفي الحالة الغازية خلاص بقى بتكون الرقائق أو دقائق المادة دي بتكون متبعدة جدا عن بعض ودي كده صورة لجزيئات المادة الصلبة متماسكة جدا زي ما احنا شايفين وجزيئات المادة السائلة اللي هي هنا دي يعني بعيدة عن بعض نوعا ما ودي جزيئات المادة الغازية يبقى أنا بقدر أفرق بين المادة الصلبة والمادة السائلة والحالة أو الحالة الصلبة والسائلة والغازية عن طريق إيه إن أنا بشوف شكل المادة وشي إحنا اتفقنا إن الحالة الفيزيائية أو الخواص الفيزيائية ممكن إن أنا أحددها عن طريق النظر طبعا ممكن المية ما هي سيلة عندي فبالنظر كده حالة سائلة طيب لو أنا معادي كطعة معدن برضو بالنظر قدامي كطعة معدن صلبة هقول إن دي إيه هقول إن دي حالة للمادة وهي صلبة طيب لو أنا شايف غاز أو إن أنا عندي أمبوبة مملوقة بغاز هقول طبعا إن دي الحالة الغازية عشان كده بقول ان الخواص الفيزيائية يمكن تحددها عن طريق الحواس الخمس هنا زي ما احنا قلنا ازاي بيتم تحويل المادة من صلب لسائل او من سائل لغاز نشوف مع بعض الصلب هنا اهو زي ما احنا قلنا لو عندنا مثلا 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 كده قطعة شوكولاتة هي عبارة عن ايه عبارة عن جزء صلب متماسك مع بعضه طب انا عايزة اصهره اخليه سائل بعمل ايه ببدأ ان انا عرضه لدرجة حرارة علشان اخليه سائل طب لو عندي سائل وعايز اخليه لصلب هعمل ايه المية اللي بتنزل من الحنفية العادية بتاعتي لو انا حطتها في اناء وبدأت ان انا حطها يعني اعرضها لعملية تجميد احطها في الفريزر هتطلع لي ايه هتطلع لي او هتبقى عندي تتحول لمادة صلبة طيب لو انا عندي السائل بقى وعايز اخليه غاز المية العادية دي لو انا عملتنا عملية تسخين هتبدأ تتبخر وتبدأ تطلع عندي في صورة غاز يبقى انا كده قلنا ايه هي خواص المواد اللي هي او حالات المادة صلبة سائلة وغازية طيب مشوف بقى كده وجه المقارنة لو انا عايز اقارن بين التلات حالات الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية في الحالة الصلبة قوة التماسك بين الجسيمات او بين الجزيئات في الصلبة بتكون كبيرة جدا لانها بتكون ايه سانا اقولها ملتصقة مع بعض طيب في السائلة بتكون اقل من الحالة الصلبة طيب وفي الغازية بتكون القوة ضعيفة جدا مقدرش ان انا احددها طيب المسافة بين الجسيمات او بين الجزيئات في الحالة الصلبة زي ما احنا اتفقنا المسافات بتكون زغيرة جدا لان المادة او دقائق المادة او الجسيمات او الجزيئات بتاعة المادة بتكون متقربة جدا طيب في السائلة يا سانا اولى المسافة طبعا بتكون اكبر من الحالة الصلبة زي ما احنا اتفقنا انما في الغازية الجسيمات بتكون كبيرة جدا مقدرش احددها حركة الجسيمات بقى الحركة اللي بتحدث للجسيمات في الصلبة بتكون حركة اهتزازية في مكانها يعني ايه يعني حركة اهتزازية يعني لو انا مسك تمرين وبدأت ان انا بشتغل به وبحطه على التسجة لو انا ببدأ اهز في التمرين هو صلب متماسك مع بعضه قطعة التمرين او القطعة اهو ده معي كده الموز ده هو قطعة صلبة انا لو بحركوا كده هو قطعة مش هيتجزأ طيب في السائلة لو جيت اقول في السائلة حركتها اكبر من الحالة الصلبة الحركة بتاعتها لو انا بصب مثلا ميا يعني عن طريق ازازة بصبها في كوباية هلاقي الحركة بتاعتها اصرع في الغازات بقى بتتحرك بسرعة جدا لو انا جبت بلونة وبدأت ان انا انفق فيها هلاقي البلونة بتاعتي مجرد بس ما نفقت كده ببدأ هلاقي البلونة بتاعتي بتبدأ تزيد علشان كده بقول ان التلات حالات للمادة بيكونوا مختلفين كده تكلمنا عن الخواص او النوع الاول من الخواص احنا قلنا عندنا اربع انواع من الخواص خواص فيزيائية او فيزيقية وخواص كيميائية وخواص التشغيل وكمان عندنا الخواص الميكانيكية قلنا كده اول خاصية اللي هي الخواص الفيزيائية قلنا الخاصية الفيزيائية انا ممكن عن طريق الحواس الخمس اقدر ان انا احسها بالنظر اقدر اقيم او اعرف او افرق بين المادة الصلبة او السائلة او الغازية نتكلم كده عن النوع التاني من الخواص وهي الخواص الكيميائية يعني ايه خاصية كيميائية؟ الخواص الكيميائية هي عبارة نشوف مع بعض كده سنقول هنا هي قوة بناء المعدن وتماسك جزيائاته ومدى تحموله من المؤثرات الخارجية يعني عندي معدن متماسك جدا جدا ما فيش اي مؤثر خارجي بيأثر عليه الا بصعوبة جدا ده بقول عليه ايه خاصية كيميائية نكمل كده مع بعض النوع التاني هي الخواص الكيميائية وهي قوة بناء المعدن وتماسك جزيائاته ومدى تحمله للمؤثرات الخارجية طب الخواص الفيزيائية بقى والخواص الكيميائية احنا قلنا ايه هو الفرق بينهم علشان اقدر افرق بين الخاصية الفيزيائية والخاصية الكيميائية الخاصية الفيزيائية دي ممكن اننا زي ما احنا قلنا اقسها او الاحظها عن طريق ايه تغيير تركيب المعدن يعني لو المعدن عندي تغير ممكن الاحظ ان حصل تغير فيه التركيب او الخاصية الفيزيائية طب في الخواص الكيميائية قدرة مدى على الاتحاد مع غيرها يعني ان في مدى تقدر تتجمع او تتحد او تندمج مع مدى غيرها وتتحول لمادى تانية خالص دي كده خاصية كيميائية وكمان ايه؟ عدم قدرة المدى على التغير لمادى اخرى يعني ما عرفش ارجعها مرة تانية الخواص الكيميائية لو انا عندي المدى اتعرضت ليه خاصية كيميائية ما اقدرش ان انا ارجع المادة مرة تانية انما في الخواص الفيزيائية ممكن عشان عندي المية اولنا بعمل فيها ايه المية لو انا حبيت ان انا خليها صلبة هعمل فيها ايه هبدأ احطها في الفريزر طب انا عايز ارجعها مية تاني هطلعها هتبقى مية طب عايز احولها الغاز هبدأ ان انا بخرها خلينا في الحالتين اللي هو ان انا اخليها صلبة وسائلة لان هي في الاخر مية ممكن اخلي المية دي صلبة ان انا اجمدها او اخليها سئلة ان انا اعرضها لدرجة حرارة دي خواص فيزيائية طب الخواص الكميائية لا انا ماينفعش ان انا اغير في المادة وهنوضح مع بعض دلوقتي بامثلة بس مش عايزة استعجلكوا عشان تفهموا واحدا الخواص الفيزيائية نكمل مع بعض بتصف المواد النقية لانها زت تركيب منتظم وثابت المية احنا عارفين ان هي نقية فانا علشان كده اقدر ان انا الاحظها واقدر الاحظ اي خاصية فيها طب الخواص الكميائية بتظهر الخواص الكميائية لمادة ما عندما يتغير تركيب المادة زي ما احنا قلنا باتحدها مع مادة اخرى او ايه او تعرضها لمؤثر خارجي لو في مؤثر خارجي عليها ممكن اقدر ان انا اعرفها كمان التغير الفيزيائي هو فيه فرق يمس بين الخواص الفيزيائية وبين التغير الفيزيائي احنا قلنا ان الخواص الفيزيائية اللي انا ممكن اشوفها عن طريق الحواس الخمسة انما التغير الفيزيائي ده لازم يكون يقاص هو تغير ظاهري انا ممكن اشوف يحدث للمادة دون ان يفقدها هويتها ما بيغيرش في حالة المادة زي ما احنا قلنا ايه زي غليان الماء او انصهار الجليد اللي اتنين واحد هو كده غيرلي في المادة يعني انا سنقولها دلوقتي لما جبت الماء وحطيتها في الفريزر واتجمدت عندي وبعد كده خرقتها ايها تحولت لحاجة تانية ولا هي ميا زي ما هي ميا طبعا زي ما هي انا ما بغيرش فيها يبقى التغير الفيزيائي هو تغير يحدث على المادة دون تغير في مكوناتها المكونات عندي ما تغيرتش ايسا انا اقولها الميا دخلت الفريزر طلعت متجمدة طلعت لو انا عايزة بقى خليها سائلة انا لو سبتها في درجة الحرارة العادية هتبدأ تدوب وهتبدأ عندي ترجع للميا مرة تانية طيب ميشوف السورة دي كده مع بعض اللي بتوضح التغيرات الفيزيائية الشكل تبخر الماء زي ما احنا اتفقنا ان الميا لو انا مجمديها وبدأت ان ده انا اعرضها لدرجة حرارة بدأت تتبخر هي ايه ميا طب زواباني السلم ده تغير فيزيائي ولا كيميائي فيزيائي طبعا لان التلجي لما يدوب هيرجع ميا بنفس المكون احنا اتفقنا ان التغير الفيزيائي هو تغير في المادة ولكن بنفس مكونات المادة ما بتتغيرش طب تقطيع الخضر والفواكه طب ما انا يا ميس بغير اوه في شكلها بس بتفضل زي ما هي يعني انا لو قطعت تفحية وجيت بعد كده مسكتها هي ايه تفحية ما تغيرتش انا غيرت فيها ضفت عليها مادة تانية لا ما ضفتش عليها مادة تانية يبقى التغير الفيزيائي ده ان انا ممكن ان انا المادة ممكن يعني تتغير في شكلها انما اصل التركيب بتاعها ثابت المية اتغيرت بقى التلج مكعبات بس هي اصلها مية قطع الفكهة لو انا قطعتها هي اه اتغيرت الشكل بتاعها انما المضمون والتركيب زي ما هو نكمل مع بعض طحن الحبوب نشوف الصورة دي كمان طحن الحبوب انا لو جيت عندي اي حبوب موجودة عندي وتحنتها هي هتبقى بنفس المكون اه هيتغير شكلها زي ما احنا اتفقنا انما المادة بتاعتها او الحالة بتاعتها هتفضل هي نفس الحبوب طي الملابس لو انا عندي ملابس بطبقها انا لو جيت فردتها هي برضو بترجع لي تاني ملابس فهمنا كده سنقول ان التغير الفيزيائي للمواد هو عبارة عن تغير في ايه تغير في شكل المادة المادة بتتغير شكلها انما اصل المادة هو ثابت عندي طيب نتكلم بقى عن التغير الكيميائي احنا عرفنا ان التغير الفيزيائي ده هو تغير في شكل المادة إنما أصل المادة بيفضل زي ما هو طيب التغير الكيميائي هو عبارة عن إيه سنة أولى نشوف مع بعض هو تغير يحدث للمادة هو عبارة عن تغير بيحدث للمادة فيحولها يحولها إيه بقى من مادة لمادة أخرى ذات خواص مختلفة خواصها بتختلف مش زي التغير الفيزيائي لما كنت بحط الميا تطلع ميا تاني لا دي بقى بتتحول لمادة تانية خالص زي إيه زي احتراق الفحم والحليب الفاسد وصدق الحديد طيب نتكلم كده عن احتراق الفحم هو أنا دلوقتي لو أنا معي قطعة فحم هنبدأ من الأول اللي هي قطعة خشب الخشب ده أنا بعمل إيه ببدأ أن أنا عرضه لدرجة حرارة وبعد كده بطفيه فبيتحول عندي الفحم طيب الخشب ده اتحول لما تحول لفحم ما هو بقى حاجة تانية خالص بقى مادة تانية خالص طيب الفحم ده لو أنا بدأت أن أنا يعني أصيره واعرضه لعملية لدرجة حرارة فبيتغير خالص المادة أو بيتغير خالص المادة بتاعتي الحليب لو أنا جبت الحليب ويسيبته مثلا عندي إيروب في التلاجة أو ممكن أعمله زبادي طيب ما هو كده بيتحول لحاجة تانية خالص أنا كده بغير من شكل المادة كلها يا سنة أولى تغير مش في الشكل تغير في تركيب المادة نفسه صدق الحديد لو أنا عندي قطعة حديد وبدأت أن أنا عرضها الهوى إيه اللي بيحصل هيبدأ أن الهوى ده يأثر عليها ويبدأ يحصل لها عملية صدق أو عملية تأكل يبقى مهم جدا لنعرف أن التغير الفيزيائي هو تغير في إيه؟ في شكل في شكل المادة إنما الأساس بتاع المادة التركيب سابق طب التغير الكيميائي هو تغير يحدث للمادة فيحولها من مادة لأخرى ذات خواص مختلفة بتتغير خالص في خواصها نشوف كده المثال مع بعض احتراق في تيل الشمعة نخلي بالنا ونركز قوي هنا كده إن احتراق في تيل الشمعة ما بيقوليش الشمعة نفسها لأن لو قل الشمعة يبقى ده تغير في الزيائي لأن الشمعة إيه؟ هتسيحة ترجع هتبقى شعمع زي ما هي إنما احتراق في تيل اللي هو الخيط اللي موجود جوه الشمعة ده ينفع إن الخيط ده هيرجع تاني؟ لا طبعا خلاص هو بيتحول عندي وبيتغير الفي تيل بتاع الشمعة فعشان كده بقول عليه إيه؟ تغير كيميائي احتراق الخشب زي ما احنا قلنا لو أنا الخشب اتحرق هو بيتغير الكل المكون بتاعه ويتغير لي أو بيتحول لي لمادة تانية الحبوب الفوارة لو أنا عندي أي أرس فوار كده وبدأت أحطه في المياه هلاقي طبعا الشكل أو الفوار العادي اللي أنا بحطه ده بيغير في تركيب المادة كلها هنا لو أنا عندي مثلا طهي الطعام زي قالي البيض أو صنوع الكيت أنا لما بيجي أستخدم المكون أنا بضيف عليه حاجات تانية فبغير كمان في إيه بغير في الشكل وبغير في قواص المادة آخر حاجة هنا كده إيه الألعاب النارية احنا عارفين الألعاب النارية دي اللي احنا بنشوفها دايما في المهرجانات والاحتفالات بنلاقي كده فيه في السماء كده فيه بريق كده بيظهر وشظايا كده بألوان مختلفة بتظهر عندي بنستخدمها في يعني دايما في المهرجانات والاحتفالات ده نوع من أنواع الاحتفالات طيب الألعاب النارية دي بيقول إن هي إيه إن هي تغير كيميائي أو طبعا تغير كيميائي لأن هي عبارة عن مجموعة مواد مع بعض مجموعة المواد دي لما بتتحد بتطلع لي شكل تاني خالص وبتطلع لي مكون تاني خالص دي معلومة كده هقولها لكم هي مش عندنا في المنهج بس أنا هقولها لأن احنا قلنا حلقتنا هي بس مش حلقة شرح لأ احنا كمان بنقول بعض المعلومات اللي بتفيدنا في حياتنا نتكلم كده عن الألعاب النارية نشوف كده معلومة همكم الألعاب النارية الألعاب النارية دي عبارة عن إيه عبارة أو ألوانها دي بتيجي من إيه من درجات الحرارة المختلفة للمعادن الساخنة اللي بتكون موجودة داخل الأنبوب اللي أنا بصنع عن طريقه الألعاب النارية دي وتبودوء اللي بييجي ده بيكون من المركبات الكيميائية المحترقة اللي موجودة داخل الأنبوب طيب الألعاب النارية دي بتكون عبارة عن إيه؟ الألعاب النارية دي بتكون عبارة عن أنبوب عبارة عن أنبوبة كده احنا بتشوفها الأنبوبة دي بيكون جواها فتيل في جزء كده موجود الفتيل ده بيكون مجمع عليه مجموعة من المعادن هنشوف المعادن دي عبارة عن إيه دلوقتي وبتطلع لإيه؟ المعادن اللي بتكون موجودة دي بيكون في فتيل نازل كده منها إحنا الفتيل ده بنعمل في إيه؟ طبعا مش معقول انا في الاحتفالات والمهرجنات همسك الولاعة واقعد بقى كل شوية وقعد اولع الفتيل ده ده يعني دي بستخدمها في الالعاب الزغيرة انما لو عندي بقى مهرجنات او ان انا بعيد الحفلات وعايز ان انا شغل الالعاب النارية دي بيتوصل الفتيل دي سنة اولى عن طريق شرار كهربي بيشتغل بالشرارة الكهربية اول ما الشرارة الكهربية دي بتبدأ تدخل على الانبوبة المقفولة اللي موجودة عندي دي اللي فيها بعض المعادن اللي بيحصل لها طبعا الكهرباء دي بتتحول ايه تتحول لدرجة حرارة داخل الانبوبة درجة الحرارة دي سنة اولى من كتر الضغط اللي موجود فيها بيبدأ يخليلي المعادن الجوة تتوهج وتبدأ المعادن تطلع زي ما احنا بنشوف كده ونبدأ نشوف الالوان بتاعتها تكون مختلفة وبصراحة انا محباها جدا بتبقى مبهجة او نشوف كده مع بعض ايه هي المعادن بقى اه بصت الشكل جميل ازاي مبهج جدا في الحفلات والاحتفلات بلاقي كده الوان جميلة وبيبقى ليها طبع خاص بتيجي ازاي بقى مكونات الالعاب النارية دي الالمونيوم ده بستخدمه علشان يطلع لي اللهب الفضي والابيض والشرارة الشرارة اللي بتطلع وبيلاقي لون فضي يبقى انا كده عرفت ان الالمونيوم هو ايه بيستخدم علشان يطلع لي اللهب او الشكل او اللون الفضي والابيض والشرارة اللي موجودة الانتيمون الانتيمون ده معدم برضو طيب لتأثيرات لمعان الألعاب النارية بنشوف ساعة ما الألعاب النارية دي بتطلع كده سنقولة بلاقي فيها لمعان جميل جدا الأنتيمون ده هو المسؤول عن تأثير اللمعان ده الباريوم ده علشان إنشاء الألوان الخضرة واستقرار العناصر المتطيرة لأن أنا لو عملت العناصر أو المعادن دي وما عملت لهاش عملية إحكام هلاقيها بدأت تتطير فهي بتتطير لحد حد معين وبعد كده بتقف عن طريق إيه بقى؟ عن طريق الباريوم الكالسيوم ده علشان يديني لون البرتقاني لون البرتقاني اللي بيبقى موجود ده الكالسيوم هو اللي بيديني اللون ده الكربون ده بيستخدم قواقود في الألعاب النارية علشان الألعاب النارية يحصل لها عملية ارتفاع في درجة الحرارة أو يحصل عملية ضغط وبتبدأ إن هي تطلع باستخدم الكربون والمعادن دي على فكرة الألمونيوم والكربون وكل المعادن دي موجودة عندنا فين؟ في مادة الخمات بقيت عارف كمان اهو الالمونيو انا ممكن استخدمه في ايه كمان او الكربون ممكن استخدمه في ايه نشوف كده مميزات التحولات الفيزيائية ومميزات التحولات الكيميائية في ميزة بينهم اه طبعا في ميزة بينهم التحول الفيزيائي بيؤدي الى تغير حالة المادة بيغير لي من حالة المادة سواء سائلة او صلبة او غازية بيغير لي خالص التحول الفيزيائي طب التحول الكيميائي بيؤدي الى تغير طبيعة المادة مش بس حالة المادة طبيعتها يعني زي ما احنا اتفقنا لو انا عندي دلوقتي مثلا الفحم لو انا هعمله عملية احتراق او عرضه للحرارة هيبقى رماضة هيبقى اصلا حاجة مختلفة تاني التحول الفيزيائي يغير شكل المادة زي ما احنا اتفقنا ان المياه لو انا عملت لها تحول وخلتها او عرضتها وخلتها صلبة هيبقى الشكل بتاعها مختلف التحول الكيميائي يؤدي الى اختفاء المواد الابتدائية وظهور مواد جديدة في احتراق الفحم كمثال المادة اللي بتظهر بتبقى مادة تانية خالص التحول الفيزيائي يؤدي الى انحلال المادة يعني ايه يعني تغيير فيها يعني الصلب خلته سائل السائل خلته غازي التحول الكيميائي يؤدي الى اختفاء المواد الابتدائية وظهور مواد جديدة بيغير لي اصلا في شكل المادة مهم جدا ان انا اكون عارف او قادر افرق بين التحولات او التغير الفيزيائي وبين التغير الكيميائي لما اشوف اي ظاهرة موجودة حواليا على طول اقدر اقول طيب يا سنة اقولها لو انا دلوقتي عندي معدن نكلم بقى في تخصص الميكانيك دي معلومات عامة كده بنقولها انما بقى دي معلومات التخصص لو انا عندي معدن والمعدن ده انا جبته وبدأت ان انا اعمله عملية شد او عملية ضغط انا عايز استخدمه في صناعة معينة فهدخله على مكينة الشد وابدأ ان انا امسك المعدن من الطرفين وبيبدأ يتشد لحد قيمة معينة هي يعني المعدن هو اللي بيتحدد عن طريقها حسب نوع المعدن ده تغير ايه سنقوله فيزيائي ولا تغير كيميائي سيبالكوا فرصة اتفكروا برافو عليكم تغير فيزيائي ليه لانه هو ما غيرش في المعدن هو بس غيرلي من شكله انما المعدن يا سنة اولى هو سابت زي ما هو انا مغيرتش فيه انا مجرد بس عملت له تأثير خارجي اللي هو الشد ده او عملية الشد انما المعدن بتاعي هو معدن بنفس المكونات بتاعتي زي ما هو تبلقوا المعدن ده جبته وحطيته على التسجى وسبته يوم واثنين وثلاثة والشبابيك مفتوحة وتعرض لمية وتعرض لهوى ايه اللي هيحصل فيه؟ هيحصل له عملية صدق ده تغير كيميائي ولا تغير فيزيائي؟ وهو هو نفس المعدن برافو عليكم تغير ايه؟ تغير كيميائي لان حالة المعدن او المادة نفسها اتغيرت من مادة لمادة تاني احنا كده تكلمنا عن الخواص الفيزيائية او الخواص الفيزيقية وبتالي دلوقتي كلنا الحمد لله نقدر نفرق بين الخاصية الفيزيائية والخاصية الكيميائية النوع التاني من الخواص احنا قلنا عندنا اربع خواص موجود عندنا في مادة الخميات هندرسهم اول خاصية خدناها اللي هي ايه؟ هي الخاصية الفيزيائية الخاصية التانية خواص التشغيل والتشكيل احنا اتكلمنا عن الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية الخاصية التالتة بقى مش التانية خواص التشغيل والتشكيل يعني اين؟ احنا عارفين ان في التخصص بتاعنا او اي تخصص موجود ان التشكيل ده مهم جدا لان عن طريق المعدن اللي انا بشكله اقدر ان انا اوظفه او استخدمه في الصناعة اللي انا عايزه انا معي قطعة خام كطعة الخام دي انا هعمل لها مثلا عملية وهعمل لها ايه؟ وعمل لها عملية التأم وخليها مثلا يعني تمرين اقدر ان انا اشتغل به هشكل التمرين وقدر اشتغل به مش ده عملية تشكيل؟ او طبعا اي خم موجود عندي ايه القواني اللي بتتصنع دي؟ مش ده كده عملية تشكيل او عملية تشكيل انا عندي معدن زي الالمونيوم ببدأ ان انا اشكله وطلعه على الشكل بتاعي او البلاستيك برضو ببدأ أن أنا من لدائن أن أنا أصنع البلاستيك ده وطلعه على الشكل المطلوب يبقى خواص التشكيل والتشغيل مهمة جداً ليه مهمة؟ لأن أنا مش مهمة عندي يا سنقولة أن أنا استخرج الخام ويفضل موجود معايا لا أنا لازم أوظف الخام ده في الصناعات عشان أقدر أستفيد بي نكمل كده بتعتبر طريقة التشكيل بالضغط من أهم طرق التشكيل معنى كده يا ميس أن فيه طرق مختلفة للتشكيل والتشغيل طبعاً فيها نقولها مع بعض وتجرى على الساخن أو على البارد أنا ممكن أن هي تتعمل على الساخن أو على البارد وهي القدرة على تغيير المعدن من حيث شكله وأبعاده يبقى خواص التشغيل أو التشكيل بتعمل إيه سنقولة بتغيرلي في شكل المعدن وأبعاده قطعة المعدن أو الخام اللي أنا عايزة أشكلها بتتغير كشكل وكأبعاد دي كده الخواص أو خواص التشغيل والتشكيل وفيه عدو الطرق هنتكلم دلوقتي فيها مع بعض عن إيه هي الطرق اللي أنا عن طريقها أو يعني عن طريق الخواص دي ممكن أقوم بعملية التشكيل للمعدن هنا كده صورة بتوضح لي عمليات مختلفة للتشكيل هنا كده شايفين ممكن أشكل الإلخام أهو عن طريق إن أنا أعمله زي زاوية هنا ممكن أعمله عمليات تانية زي المواسير مثلا هنا ممكن عمليات تشكيل زي الأسلاك الملفوفة دي عمليات تشكيل إن أنا ممكن أعمل جزء مسطح واتني أجزاء منه هنا عمليات تشكيل مندمجة ممكن أعمل شكل دائري معا شكل مستقيم زي ما إحنا شايفين دي كلها عمليات أو لخواص التشغيل والتشكيل عمليات التشكيل بقى المتنوعة اللي موجودة عندي إيه أول عملية نتكلم عنها هي عمليات الطرق والحدادة يعني إيه؟ عمليات الطرق والحدادة دي إحنا ناخدها باستفادة إن شاء الله في مادة التكنولوجيا إحنا طبعا بنقول الحاجات المهمة اللي فيها هي عبارة عن عملية تشكيل للمعدن بعد تسخينه باستخدام الطرق سواء بالمطارك اليدوية أو الآلية أو الهايدرولوكية يعني إيه زي عمليات الحدادة الراجل اللي إحنا بنشوفه اللي هو بيصنع البوابات والحديد والشبابيك الحديد دي اطارات للشبابيك بيعمل ايه بلقيه جايب المعدن ومسخنه كده عمله درجة حرارة مرتفعة وبيبدأ يمسك حاجة مطرقة او بيشكوش بس يتقيل اسمه مطرقة وبيبدأ يعمل ايه بيبدأ يدق على المعدن او يطرق عليه علشان يشكله ده كده ايه ده كده تشكيل على الساخن طب لو قلنا تشكيل على البارد ما هو في معايدن عندي سنقوله انا مقدرش ان انا اشكلها على البارد لانها بتكون معايدن صلبة جدا فلو انا شكلتها على البارد مش هقدر اصلا اقوم بتشكيلها محتاجة بقى عدد ومحتاجة ادوات كتير جدا او قوة جمدة جدا علشان ان انا اقدر اشكلها انما بقول ان التشكيل ممكن يتم على الساخن زي عمليات الحدادة زي ما احنا قلنا او على البارد لو انا عندي معدن المعدن بتاعي طريق او ان انا اقدر اشكله ممكن ان انا اربط المعدن وابدأ ان انا ادق عليه بالشكوش بزاوية معينة بيطلع عندي او زي عملياتي التاني ممكن اعملها تاني يدوي او ممكن اعملها عن طريق طبعا دلوقتي العلم تقدم جدا كل حاجة دلوقتي بقيت بماكينات ده طبعا مش عشان يعني الانسان لا كده كده الانسان هو اللي بيشغل او انا كطالب ان شاء الله لما اشتغل انا لشغل المكينة بس تسهيلا وعشان تديني كم انتاج اعلى عندي مكينات موجودة ايه هي المكينات دي زي المكينات الهيدروليكية اللي هي بتصنعلي او بتشكللي الاجزاء بدخل قطعة خام بلاقي حوالي 100 منتج طالع بسرعة كبيرة جدا 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 فعلشان كده بقول ان فيه تطور حاصل ان هي الاول يدوية او الية او هيدروليكية اللي هي المكينات الحديثة طب لو انا عندي تمرين وعايز اعمله عمليات تشكيل ممكن طبعا اه لو التمرين عندي طريق اقدر اشكله ممكن اعمله عمليات التشكيل يبقى اول عملية من عمليات التشكيل هي عملية الطرق والحدادة وتتم يدويا او اليا او هيدروليكيا هنا كده الحدادة وزي ما احنا شايفين ده الخام بيبدأ ان هو يعرضه لدرجة حرارة عالية جدا وبيبدأ يدق على الخام علشان يبدأ ان هو يشكله عمليات الدلفنة احنا كل العمليات دي اللي هي ايه اللي هي من خواص التشغيل والتشكيل هي عملية الدلفنة دي عبارة عن ايه هي عملية تمرير المعدن على البارد او الساخن بين اجسام استوانية تقيلة يعني ايه عندي مكينة المكينة دي عبارة فيها استوانتين اللي استوانتين دول طبعا بيتحددوا حسب ايه حسب الخام اللي موجود انا مش اجيب استوانات تقيلة جدا والخام عندي يكون مثلا السنك بتاعه بسيط هيبدأ ايه الخام بتاعه يبدأ ايه تقص هيحصله عملية تكسيل لانه انا انا محتاج الخام يكون او الاستوانات تكون مناسبة للخام يبقى عملية الدلفنة دي عبارة عن استوانتين بيبدأ يدخل المعدن بينهم وتبدأ الاستوانات تضغط على المعدن ده وتشكلهولي بتعمل ايه بقى بتزودلي في طول التمرين وبتقللي في السنك بتاعه وانا لو التمرين بدأت ان انا نضغط عليه هيعمل ايه هلاقس الطول بتاعه زاد انما السنك بتاعه هلاقيه قل دي عملية اسمها عملية الدلفنة نشوف صورة كده مع بعض توضح دي الاستوانات هم دول الاستوانتين اللي موجودين عندي في الماكينة وبيبدأ المعدن يتحط فيه المنتصف هنا كده يا سنة اولى ويحصل ايه بقى يحصل ان الماكينة تشتغل فيبدأ المعدن يمشي ويبدأ يعمل ايه الطول بتاعه بيزيد انما السنك بتاعه بيقل عملية تانية من عمليات التشكيل او عمليات التشغيل اسمها عملية السحب دي عبارة عن ايه هي عملية تشكيل الالواح المعدنية عن طريق التأثير عليها بيبدأ يؤثر عليها بقوة ضغط كبيرة قوة الضغط بتاعتها بتكون كبيرة من جهة مع وجود فراغ من الجهة التانية المقابلة يعني في جهتين في جهة او قوة بتكون كبيرة والقوة اللي موجودة التانية عندي بيكون فيها فراغ طب دي بتستخدم في ايه بتستخدم في صناعة استوانات الغاز اللي هي الانبيب واحواض المطابخ والاطارات السيارات زي ما احنا كده بنشوف في الاحواض بيعمل ايه بلاقي الحوض كده مجوف فعمليات السحب دي تبدأ تسحب لي المعدن المعدن عندي هنا كده اهو سليم وبعد كده رو عامل لي التجويف بتاعه وبعد كده يطلع لي الجزء ده طب الانبيب برضو نفس الموضوع او اطارات السيارات نشوف صورة كده هنا كده الانبوبة او انبوبة الغاز اللي عندي دي بيجرع عليها عمليات سحب وهنا كده اطارات السيارات الجزء اللي موجود هنا ده بابدأ اسحبه واطلعه للشكل اللي انا عايز ايه كمان من عمليات التشكيل المهمة عندي جدا عمليات السن يقصد بها ايه او معناها ايه هو الضغط على المواد بابدأ اضغط على المادة او المعدن اللي موجود عندي علشان يتغير من شكله وبتم بطريقتين ممكن تكون يدوية او بتتم آليا احنا قلنا ان يدويا حسب نوع المعدن يعني بتتم آليا او يدويا حسب نوع المعدن اللي موجود ودي بتنتج لي ايه اشكال على شكل حرف V او على شكل حرف U زي ما احنا شايفين كده هو دي كده على شكل حرف V او على شكل حرف U ودي اشكال لعملية التاني ممكن انا عن طريق المكينات هنا دي مكينة هو بتعملي عملية تاني ايه الاسلاك اللي هي اللي موجودة عندي دي عملية من عمليات التشكيل ودي عملية برضو مهمة جدا هي عملية تجرى اسمها عملية اسمها ايه عملية التقبيب التقبيب يعني ايه هي عملية انا بعملها على المعدن او على اجزاء من المعدن علشان تخلي جزء من المعدن بارز ممكن انا اجيب المعدن واعمل عليه عملية طرق من الامام فيعمل ايه المعدن يبقى غائب لجوه طيب من الخلف هتخليلي المعدن طالع زي ايه كده هوريكو الصورة اتوضح لكو اكتر شايفين هنا كده ايه هنا كده لو انا عايزة اشكل او اطلع الشكل بتاعي ده دي عملية تشكيل شايفين هنا كده الجسم بتاع الحصان هنا بارز لبرا انما في اجزاء تانية هنا دخل الجوه زي العجلة بتاعة العربية بتاعة الحصان دي شايفين دي دخل الجوه فبعمل عملية اسمها عملية التقبيب لو انا عايزة اطلع منتج موجود عندي المنتج ده انا عايزة اطلع جزء منه لبرا عملية تشكيل بعمل ايه ببدأ يتم الطرق على المعدن او مكينات احنا اتفقنا ان اي عملية من العمليات دي ممكن تجرى آليا او ممكن تجرى يدويا بعمل ايه ببدأ ان انا دخلها في المكينة بتبدأ ان هي تضغط على الجزء ده يروح مطلع لي الجزء عندي مجوف لبرا طيب لو انا عايزة خليه غائر لجوه مكينات ضغط بتبدأ تعمل عملية كابسل للمعدن وادخلهلي جوه علشان يطلع لي بالشكل يبقى عملية التقبيب دي عبارة عن عملية بتجرى على المعدن لإيه بتطلع لي سواء شكل بارز او شكل غائر داخل المعدن عمليات البصق يعني ايه عمليات البصق هي عملية تشكيل المعدن بتستخدم علشان تخليلي اعمدة او تطلع لي اعمدة بمقاطع سبتة زيت اشكال معقدة يعني لو انا عندي تمرين او انا عندي بقى مش تمرين ده احنا هنشتغل بقى في مصانع لو انا عندي دلوقتي خام معدن وعايز اطلع شكل لي بس الشكل ده معقد جدا انا مش هقدر اطلعه مش هقدر اعمله بقى داية مقدرش اعمله عملية تشكيل بقى داية فبدخله على مكينة اسمها مكينة البصق دي بتكون عبارة عن ايه ببساطة كده بساطة بتكون عبارة عن استنبا او قالب القالب ده بيكون مصنع او مجهز بنفس شكل المعدن اللي انا عايزه نفس شكل الخام اللي هيطلع لي او المنتج اللي هيطلع لي انا بعمل الاستنبا او القالب بتاعي بنفس الشكل ده بيتم عن طريق ايه بيتم عن طريق الضغط داخل المكينة ويبدأ يطلع لي المنتج بتاعي نشوف كده مع بعض احنا قلنا هي عملية تشكيل المعدن بستخدمه علشان تطلع لي الاشكال السبتة بس الاشكال بتاعتها المقاطع بتكون سبتة بس الشكل بتاعها بيكون معقد ويتم بالضغط زي ما احنا قلنا من خلال فوهة البسق مكان كده اسمه فوهة البسق زي ما احنا قلنا نواه بيكون عبارة عن استنبا او قالب وبيكون لها نفس شكل المقطعي هنشوف بس ده ههه زي ما احنا شايفين كده سنة اولى ده شكل لعمليات البسق اللي بتستخدم عندي اهو شايفين الشكل معقد نشوف فيديو كده سريع مع بعض بيوضع عملية البصر زي ما احنا شايفين كده اهو ده كده إيه اللي بيحصل احنا اتفقنا إن هو عبارة عن إيه سنة أولى هو عبارة عن استنبا أو قالب شايفين الستنبا أو القالب زي ما احنا شايفين اهو أنا بصنعه أو بشكله على حسب التمرين أو على حسب المعدن أو الشكل أو الخام أو المنتج اللي انا طلبه وببدأ بعد ما بشكله ببدأ ان انا ايه طبعا ده عن طريق مكينات ببدأ ان انا حطه في مكينة البسق وهو زي ما احنا شايفين الستنبا او القالب وببدأ اعمل ايه احنا اتفقنا ان عملية البسق تتم بالضغط شايفين بيبدأ يحصل ضغط للمعدن المعدن هيبدأ يخرج من هنا اهو وابدأ اوجهه لالستنبا او القالب بتاعي ويحصل ايه بقى شايفين اهو بيدخل على القالب او اللي استنبا بتطلع لي شكل المنتج اللي هو انا صممته عن طريق القالب او اللي استنبا الموضوع بسيط جدا والمكينات طب لو فيه زيادات شايفين بيبدأ يشلي الزيادات اللي موجودة على وده الشكل النهائي اللي موجودة هو بيشلي الزيادات اللي موجودة وببدأ ان انا اعرضه بقى لايه لدرجات حرارة عالية عشان تعملي تخليلي المعدن بتاعي مقاوم او يطلع لي معدن صلب اقدر استخدمه وببدأ ان انا اقيس او اخد المقاسات بتاعة العملية بتاعتي عملية البسط دي بستخدمها في ايه بساطة كده بعد ما شفنا الفيديو عارفين القطبان بتاعة السكك الحديدية الاشكال المعقدة بتاعتها دي انا مش اقدر اطلع على الشكل ده فبستخدم الماكينات دي علشان تطلع لي ايه الاجزاء واحنا كده النهاردة قلنا معلومات سريعة وبسيطة ان شاء الله هناخدها في بداية الترمي التاني بقى باستفادة وبتوسع وبكده تكون حلقتنا النهاردة انتهت من مادة الخمات وهي كانت مقدمة عن المادة للترمي التاني وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله شكرا